بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمشيط ربنا نحلم بعد أداءات وتقييمات الأسبوع العشر هنبدأ بأمر الله أول حاجة الأداءات الصفية السؤال الأول الشكل المقابل يمثل كائن حي اللي قدامنا ده بسميه فطر عفن الخبز ما اسم هذا الكائن أقول له فطر عفن الخبز ما تصنيف هذا الكائن فطر عفن الخبز بيتبع حقيقيات النواة عديدة الخلايا ما أوجو الإختلاف بين هذا الكائن والبكترية أعوزين وجه اختلاف يعني في فرق بينهم أول حاجة عندنا فطر عفن الخبز بيتبع كائنات حقيقيات النواة أما البكترية بتتبع أوليات النواة ده أول فرق الفرق الثاني فطر عفن الخبز عبارة عن فطر عديد الخلايا أما البكتيريا وحيدة الخلية رقم أربعة ما أوجه الشبه والاختلاف بينه بيكلمنا على فطر عفن الخبز وبين فطر الخميرة أول حاجة عندنا كده هنبدأ نتكلم على وجه الشبه وجه الشبه بين فطر عفن الخبز وفطر الخميرة أنهم الاثنين بيتبعوا حقوقيات النواة ناخد الحاجة الثانية عندنا وجه الاختلاف الاختلاف بين فطر عفن الخبز وبين فطر الخميرة أول حاجة اللي هو فطر عفن الخبز ده عبارة عن بيتبع الكائنات عديدة الخلايا أما فطر الخميرة ده عبارة عن فطر وحيد الخلية الشكل المقابل يمثل تركيب الخلية النباتية فبقول لي هنا أكمل البيانات على الرسم رقم واحد هنا مشاور على مين على البلاستيدة الخضراء يبقى واحد البلاستيدة الخضراء اثنين اثنين مشاور هنا على الغشاء البلازمي ثلاثة عبارة عن جهاز جولجي أربعة النواة بعد كده خمسة ده عبارة عن الميتوكنديريا رقم ستة عبارة عن الفجوة أي جزء من الأجزاء السابقة يوجد فيه خلايا نسيج جلد الأرنب الأرنب ده عبارة عن حيوان احنا دلوقتي عاوزين ايه التركيب اللي من هنا اللي هي موجودة فين في جلد الأرنب هنبدأ كده بأول حاجة عندنا رقم واحد البلاستيدة الخضراء هل موجودة في جلد الأرنب طبعا لا بالبلاستيدة مش موجودة عندنا بعد كده كل الحاجات الثانية موجودة يعني عندنا موجود فيه الغشاء البلازمي موجود فيه تمام موجود فيه اللي هو جهاز جولجي موجود فيه النواة موجود فيه الميتوكنديريا موجود فيه الفجوة بس الفجوة بيكون حجمها صغير نيجي بعد كده رقم ثلاثة أي جزء من الأجزاء السابقة يوجد فيه خلايا أوليات النواة أوليات النواة زي البكتيريا يطرق من الحاجات اللي فاتت ديات موجودة في نحطها فيه أوليات النواة زي البكتيريا أول حاجة البلازمية ده مش موجودة دي أول حاجة الحاجة الثانية الغشاء البلازمي موجود هنيجي بعد كده رقم ثلاثة اللي هو جهاز جولجي مش موجود هنيجي بعد كده النواة النواة موجودة بس النواة عنده بسمها نواة أولية نواة أولية هنيجي بعد كده رقم خمسة اللي هي الميتوكنديريا مش موجودة. رقم ستة الفجوة مش موجودة. الشكل التالي يوضح بعض تحولات الخلايا الجزعية. اكتب اسماء الخلايا الموجودة بالشكل. عاوز هنا الخلايا. اسماء مين? الخلايا. اول حاجة عند هنا اللي هي الشكل الاولان ده. ده عبارة عن الخلايا العصبية. بعد كده الحاجة التانية ديت عبارة عن خلايا معاوية. يبقى ديات عصبية خلايا عصبية. خلايا معاوية. بعد كده خلايا كبدية. واخر حاجة عندي ديتنا اه خلايا عضلية. اكتب اسماء الاعضاء الموجودة بالشكل. اول حاجة عند ده المخ. بعد كده الحاجة التانية عبارة عن الامعاء. بعد كده الكبد. بعد كده عندنا ده عبارة عن العضلات. الشكل التالي يوضح بعض الكائنات الحية. اول شكل قدامنا ده عبارة عن اليوغلينا. يبقى ده اليوغلينا. بعد كده ده الاميبة. لازم الاشكال اعرفها كواس جدا عشان ممكن يجيب لي الرسمة. ويبدأ يسألني فيها. اميبة. وعند الحاجة التالتة ده البراميسيوم. البراميسيوم. فبقولي هنا اول حاجة. ما نوع هذه الكائنات. طبعا الكائنات اللي هي قدامي ده. بسمها كائنات وحيدة الخلية. حقيقيات النواية. كائنات وحيدة الخلية. حقيقيات النواية. رقم بيه. لماذا نرى هذه الكائنات بالميكروسكوب. لانها كائنات مجهرية. لا ترى بالعين المجردة. اي من هذه الكائنات. نعتبرها من البروتوزوة. البروتوزوة اللي احنا فاكرين كانت حاجتين. اول حاجة الاميبة. الحاجة التانية البراميسيوم. فعند هنا الكائنات اللي انا بعتبرها من البروتوزوة. اميبة وبراميسيوم. هنحل مع بعض اثرة الواجب المنزلي. اول سؤال. اكتب المصطلح العلمي. واحدة بناء الكائن الحي الخلية. مجموعة من الخلايا المتمثلة لها شكل بعضها. التي تعمل معا وتؤدي وظيفة واحدة النسيج. مجموعة من الانسيجة المختلفة التي تعمل معا وتؤدي وظيفة واحدة العضو. مجموعة من الاعضاء المختلفة التي تعمل معا الجهاز. ترتيب الكائنات الحقيقة في مجموعات حسب اوجه التشابه والاختلاف بينها لسهولة دراستها والتعرف عليها بسميه التصنيف. خلايا غير متميزة لها القدرة على التحول الى جميع خلايا الجسم المتميزة. الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية. كائنات بسيطة يتكون جسمها من خلية واحدة غير متخصصة يسميها كائنات وحيدة الخلية كائنات وحيدة الخلية كائنات معاقدة التركيب تتكون من العديد من الخلايا التي تتميز وتتخصص في عملها بسمها كائنات عديدة الخلايا زي نباتات والحيوانات والانسان استخرج الكلمة المختلفة في ما يلي ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات البكتيريا اليوجلينا البراميسيوم الاميبة الغلط عند هنا البكتيريا الباقي ده اللي بيربطه كائنات حققيات النواة انما طبع البكتيريا من اوليات النواة فطر الخميرة فطر عش الوراب فطر عفن الخبز فطر البنس اليوم اللي غلط عند هنا فطر الخميرة عشان ده فطر وحيد الخلية عشان كده شناه انما كل الباقي ده اللي بيربطه عبارة عن كائنات عديدة الخلايا الزرة العصفور الديدان البكتيريا هشيل البكتيريا والباقي ده عبارة عن كائنات عديدة الخلايا حققيات النواة رقم اربعة الجهاز الخلية الارنب العضو هنشيل هنا الارنب عشان ده عبارة عن كائن حي كامل انما كل الباقي الحاجات اللي فضله ده عبارة عن عضيات توجد في الكائن الحي رقم خمسة الجدار الخلوي البلاستيد الخضراء الجسم المركزي جهاز جولجي اللي عند غلط هنا الجسم المركزي والباقي ده عبارة عن عضيات توجد في الخلية النباتية رقم ست الغشاء الخلوي البلاستيد الخضراء الجسم المركزي جهاز جولجي اللي غلط عند هنا البلاستيد الخضراء والباقي ده عبارة عن عضيات توجد في الخلية الحيوانية رقم سبعة الجدار الخلوي لا تحتوي على نواة حقيقية الغشاء البلازمي الميتوكنديريا هشيل الميتوكنديريا والباقي ده أقول له عبارة عن عضيات توجد في أوليات النواة خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الحمراء خلايا جزعية خلايا عصبية هشيل خلايا جزعية والباقي ده عبارة عن خلايا متخصصة متمايزة أكمل العبارات الآتية وحدة بناء الكائن الحي الخلية يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة زي الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز الدوري كل ده أجهزة موجودة فين في جسم الكائن الحي زي الإنسان يتكون كل عضو مجموعة من الأنسجة التصنيف وترتيب الكائنات الحية حسب أوجه التشابه والاختلاف لسهولة درستها والتعرف عليها والتعرف عليها تصنف الكائنات الحية إلى نقط النواة ونقط النواة إلى كائنات أول حاجة عنده كده اللي هي أوليات أوليات النواة والحاجة الثانية حقوقيات النواة أوليات النواة وحقوقيات النواة تنقسم حقوقيات النواة إلى نقط ونقط بتنقسم إلى كائنات أول حاجة وحيدة الخلية والحاجة الثانية كائنات عديدة الخلايا كائنات الكائنات وحيدة الخلية مثل الأميبة ومديننا في الآخر وفطر الخميرة عندنا أمثلة تانية زي اليوغلينا اليوغلينا في مثل كمانزا البراميسيوم البراميسيوم ممكن كمان أقول له البكتيريا من كائنات وحيدة الخلية الكائنات عديدة الخلايا مثل النباتات والحيوانات والإنسان الخلايا نواطيوم كانت تحول إلى نواة عديدة من الخلايا الخلايا الجزعية تتميز الخلايا الجزعية بعدة خصائص منها قدرتها على نقط من خلال الانقسام يبهين قدرتها على ايه؟ قدرتها على تجديد نفسها تجديد نفسها قدرتها على تجديد نفسها من خلال الانقسام وقدرتها على انتاج المزيد من الخلايا الجزعية تساعد دراسة الخلايا الجزعية على زيادة فهم كيفية حدوث نقط كيفية حدوث المرض المرض وانتاج خلايا سليمة تحل محل الخلايا المصابة واختبار الأدوية قبل استخدامها لمعرفة مدى سلامتها وفعالياتها يعني هل الدول اللي نستخدمه ده لتأثير على على الانسان وصحته ومدى الفعالية بتاعته هنحلم بعد كده الاختبارات الأسبوعية اختر الإجابة الصحيحة واحدة البناء الكان الحي المادة الخلية الزرة النسيج طبعا مين الخلية مجموعة من الأنسجة المختلفة تكون ايه انسجة ومختلفة هتكون العضو ولا الجهاز ولا كان الحي ولا النسيج هتكون العضو مجموعة من الأعضاء تكون ايه عضو جهاز نسيج كان حي الجهاز كائنات عديدة الخلايا مثل ايه يبقى احنا هنا ندور على مين كائن عديدة الخلايا البكتيريا وحيدة الخلايا البراميسوم وحيدة الخلايا أميبة وحيدة الخلايا فطر عيش الغراب عديدة الخلايا بيدي الإجابة كائنات وحيدة الخلايا تشمل كائنات التالية ما عادة يعني فيه واحد غلط البكتيريا وحيدة الخلايا براميسوم وحيدة الخلايا أميبة وحيدة الخلايا أما فطر عيش الغراب عديدة الخلايا اليوجلينا من الكائنات البروتوزوة طبعا غلط عشان البروتوزوة زي الأميبة والبراميسيوم أوليات النواة طبعا غلط أوليات النواة زي البكتيريا إنما طبعا اليوجلينا من حقيقية النواة وحيدة الخلية طبعا دي صح عديدة الخلية طبعا غلط فطرة عيش الغراب من الكائنات بروتوزوة طبعا غلط احنا نسألين البروتوزوة بيشمل حاجتين الأميبة والبراميسيوم أوليات النواية والنزعي البكتيريا وبيسألنا على مين دلوقتي؟ بيسألنا على عيش الغراب وعيش الغراب ده بيتبع لي حقيقية النواية وحيدة الخلايا لا ده عديد الخلايا عديدة الخلايا طبعا دي الإجابة الكائنات وحيدة الخلايا هي كائنات تعالوا نشوف كده الاختيرات أول حاجة يتكون جسمها من العديد من الخلايا طبعا ديها تلي هي عديدة الخلايا وليس وحيدة الخلايا خلايا متخصصة في عملها لا طبعا هي غير متخصصة لأنها خلايا واحدة أصلا بتقوم بجميع الوظائف كائنات مجهرية لو ترى بالعين طبعا ديات صح ما أقدرش أشوفها بعنايا أشوفها عن تري الميكروسكوب كائنات كبيرة الحجم لو ترى بالعين طبعا غلط كلام ده الكائنات اللي هي عديدة الخلايا كل مما يلي من صفات العصفورة ما عادة يعني فيه واحدة غلط يتكون جسمها من العديد من الخلايا طبعا ديات صح احنا ما ندورها على غلط خلايا متخصصة في عملها بردك صح كائنات مجهرية لطرق بالعين لا طبعا دي اللي غلط يبقى دي الإجابة كائنات كبيرة الحجم طرق بالعين بردك صح يبقى الوحيدة اللي غلط اللي هي رقم جيم هي دي الإجابة بتاعتنا رقم جيم كل مما يلي يوجد فيه خلايا جسم العصفورة ما عادة يعني فيه حاجة مش موجودة خلايا العصفورة ده عبارة من الطيور يعني عبارة عن خلايا حيوانية عنده جدار خلوي طبعا لا جدار الخلوي ده موجود في الخلايا النباتية مش موجود في الخلايا الحيوانية وبالتالي دي الإجابة موجود عنده نواة موجود عنده جهاز جولجي موجود عنده سنترسوم أو بسميه الجسم المركزي إنما اللي مش موجود الجدار الخلوي كل مما يلي يوجد فيه خلايا نبات الفول ما عادة يعني فيه حاجة غلط مش موجودة خلايا نبات فول بأكلم على نبات خليبنا جدار خلوي موجود النواة موجودة جهاز جولجي موجود انما السنتروسوم ده مش موجود عشان السنتروسوم او الجسم المركزي موجود فيه الخلايا الحيوانية فقط وانا بتكلم هنا على نبات كل من ميالي يوجد فيه خلايا البكتيريا ما عادة فيه حاجة غلط هنا اندور عليها الجادراء الخلوي موجود سايتو بلازم موجود هل موجود جهاز جولجي لا طبعا لا وبالتالي دي هاتي الاجابة غشاء بلازم موجود ايبا الحاجة الوحيدة اللي هي مش موجودة اللي هو جهاز جولجي هنيجي بعد كده ما المقصود بكل من رقم واحد اوليات النواة عبارة عن كائنات وحيدة الخلية بسيطة التركيب صغيرة الحجم نسبيا لا تحتوي على نواة حقيقية طبعا مثلا عندنا زي البكتيريا الحاجة التانية حقيقية النواة كائنات حية قد تكون وحيدة الخلية او عادية الخلية تحتوي على نواة حقيقية طبعا عندنا ابثلة زي النباتات والحيونات والانسان رقم ثلاثة التصنيف ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب اوجه التشابه والاختلاف بينها لسهولة دراستها والتعرف عليها أربعة الخلية الخلية عبارة عن وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي خمسة النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة رقم ستة العضو مجموعة من الانسجة المرتبطة مع بعضها رقم سبعة الكائنات وحيدة الخلية عبارة عن كائنات يتكون جسمها من خلية واحدة غير متخصصة تقوم بجميع العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار حياتها هنيجي بعد كده رقم تمانية الكائنات عديدة الخلايا عبارة عن كائنات يتكون جسمها من العديد من الخلايا وخلاياها متمايزة ومتخصصة وكبيرة الحجم نسبيا يمكن رؤياتها بالعين المجردة رقم تسعة الخلايا الجزعية خلايا غير متمايزة لها القدرة على التحول والتطور إلى جميع خلايا الجسم المتمايزة التي تؤدي كل منها وظيفة متخصصة أعلى اللي ما يأتي رقم واحد تصنف الكائنات الحية حسب أوجه التشابه والاختلاف لسهولة دراستها والتعرف عليها لا يمكن أن تكون أوليات النواة خلايا جزعية لأنها لا تمتلك نواة حقيقية ويتكون جسمها من خلايا واحدة تقوم بجميع الوظائف الحيوية ولا تمتلك القدرة على التمايز إلى أنواع متعددة من الخلايا الأخرى مثل الخلايا الجزعية رقم ثلاثة يعتبر البراميسيوم واليوجلينا من الكائنات وحيدة الخلية لأن جسمها يتكون من خلية واحدة غير متخصصة تقوم بجميع العمليات الحيوية وهي عبارة عن كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة ولكن ترى بالميكروسكوب أربعة تعتبر البكتيريا من الكائنات الأولية الإجابة لأنها وحيدة الخلية بسيطة التركيب صغيرة الحجم نسبيا لا تحتوي على نواة حقيقية حيث توجد مادتها الوراثية في السيتوبلازم غير محاطة بغشاء نووي رقم خمسة تختلف البكتيريا عن اليوجلينا بالرغم من أنهما كائنات وحيدة الخلية يعني هما الاثنين كائنات وحيدة الخلية بس في اختلاف بين البكتيريا عن مين عن اليوجلينا يطر ليه الإجابة لأن البكتيريا من أوليات النواة أما اليوجلينا من حقيقية النواة رقم ستة يعتبر الأسد من الكائنات عديدة الخلية الإجابة لأن جسمه يتكون من العديد من الخلايا وخلايا متخصصة تؤدي كل منها وظائف محددة وكبيرة الحجم نسبيا يمكن رؤيتها بالعين المجردة قارن بين أوليات النواة وحقيقات النواة من حيث أول حاجة التعريف عند أول حاجة كده تعريف اللي هي أوليات النواة عبارة عن كائنات وحيدة الخلية بسيطة التركيب صغيرة الحجم نسبيا لا تحتوي على نواة حقيقية الحاجة التانية عندي حقيقات النواة عبارة عن كائنات حية قد تكون وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا تحتوي على نواة حقيقية ناخد بعد كده الحاجة التانية الخصائص أول حاجة عندنا أوليات النواة تتكون جسمها من خلية واحدة أما حقيقات النواة تتكون أجسامها من خلية واحدة او عديدة الخلايا الحاجة الثانية عندنا في اوليات النواة لا تحتوي على نواة حقيقية لان المادة الوراثية غير محاطة بغشاء نووي يفصلها عن السيتوبلازم اما حقيقيات النواة بتحتوي على نواة حقيقية تحاط المادة الوراثية فيها بغشاء نووي يفصلها عن السيتوبلازم الحاجة الثالثة عندنا اوليات النواة اجسامها يكون بسيطة تركيب وصغيرة الحجم نسبيا اما حقيقيات النواة بيكون اجسامها اكثر تعقيدا وكبيرة الحجم نسبيا رقم اثنين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية والخلايا البكترية من حيث صعوز هنا مقارنات من حيث الحاجات دي هنعمل جدول كده بين ثلاث حاجات اللي هو قال عليهم وعند هنا وجه مقارنة في اول خانة هقسم الجدول البتاعي الى ثلاث خانات اول حاجة عند هنا الخلايا الحيوانية الحاجة التانية النباتية الخلايا النباتية الحاجة التالتة الخلايا البكترية وهنبدأ كده نقارن من حيث الحاجة اللي هو عاوز هنرقم ده كده رقم واحد الغدار الخلوي الغدار الخلوي عندنا مش موجود في الخلايا الحيوانية موجود فيه الخلايا النباتية موجود فيه الخلايا البكترية رقم اتنين الغشاء البلازمي الغشاء البلازمي موجود في الثلاثة في الخلايا الحيوانية والنباتية والبكترية هنيجي بعد كده رقم ثلاثة الجسم المركزي الجسم المركزي وبسميه السنتروسوم الجسم المركزي موجود في الخلايا الحيوانية طب هلو موجود في الخلايا النباتية لا مش موجود ولا في الخلايا النباتية ولا في خلايا البكتيريا هنجي بعد كده رقم 4 البلاستيدات الخضراء البلاستيدات الخضراء مش موجودة في الخلايا الحيوانية موجود في الخلايا النباتية مش موجود في الخلايا البكتيرية هنجي بعد كده رقم 5 جهاز جولجي احنا طبعا هنكتب هنا اللي هي الحاجات دي بالترتيب كده يعني جدار خلوي غشاب لازم بس هنا عشان الوقت ايه باختصر معكم رقم خمسة جهاج جولجي جهاج جولجي عندنا موجود فيه الخلايا الحيوانية موجود فيه الخلايا النباتية مش موجود فيه الخلايا البكتيرية رقم ستة الفجوات الفجوات بيكون موجودة فيه الخلايا الحيوانية بس بيكون هنا فجوة صغيرة عندي بيكون موجود فيه الخلايا النباتية بس بيكون فجوات كبيرة وعندي طبعا مش موجودة فين فيه خلايا البكتيرية يا رب كنفهمنا ما تنسوناش من صالح دعاكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته